أثناء عددنا الكتاب الأبيض تعاملنا مع العديد من الشباب من الجهات الأربعة اكتشفنا أن لدى الشباب اهتمام بقضايا البيئة بشكل متفاوت ولكن هناك من ضمن الشباب من يمتلكون تجارب رائدة هناك أصحاب مبادرات فيما يتعلق بالبيئة على المستوى العربي كانوا موجودين في هذه الجهات الداخلية كانت أهم الإشكاليات المتعلقة بإشكالية التلوث هناك إشكالية عدم العناية بالبيئة في هذه المناطق خاصة أنها مناطق تتعرض للتهميش منذ سنوات هناك إشكالية الصرف الصحي مسألة أساسية في كيفية التصرف فيها هناك مسألة التشجير وغياب وافتقار العديد من المناطق إلى الفضاءات الخضراء والمساحات الخضراء خاصة في تونس الكبرى حيث أن المباني تكتسح كل المجالات والفضاءات التي كانت من المفترض مبرمجة كمساحات خضراء لم تعد كذلك أصبحت مصابات للنفايات أو كذلك للفضلات المنزلية وفضلات البناء هناك كذلك المكتشف هو إشكالية التلوث الصناعي في هذه المناطق مثلا في جهة بنزارت هناك العديد من المصانع والمعامل التي تلوث الشريط الساحلي أو الخط الساحلي خاصة شواطئ بنزارت رغم أنها منطقة من المفترض أنها منطقة سياحية بامتياز إلا أن شواطئ أصبحت تعاني من التلوث الكبير هناك عديد المناطق مثلا منطقة صفاقص كذلك وهي منطقة ساحلية البحر والشاطئ تضرر كثيرا من نفايات المصانع الموجودة بالنسبة لتونس الكبرى خاصة دور هيشر حي التضامن لمنيه لهناك السكان الذين أصبحوا يستغلون مجاري الأودية للبناء وهو من يتسبب في الفيضانات وكذلك في إلقاء الفضلات بشكل عشوائي في هذه المناطق المناطق مما يجعلها مصبات للنفايات عوض عن أن تصبح أماكن آمنة ومستدامة هناك كذلك بعض المدارس لاحظنا أن الفضاءات المفروض أن تكون فضاءات خضراء داخل المؤسسات التربوية أصبحت مهجورة نتيجة إلقاء الفضلات من المرأة أو المتساكنين هذه كانت ضمن التحديات ولاحظنا كذلك إشكالية في وجود مصبات مخصة مثلا في جهة القسرين حيث أن أربع معتمديات يستغلون نفس المصب مما يؤثر على البيئة بشكل خطيف ترجمة نانسي قنقر